للمزيد عن أسواق العالمية تنظم إلينا من دبي المحللة الاقتصادية في شركة سيف آي دبي ريم أبو الحسن ريم أهلا وسهلا بك سأبدأ من البنك المركزي البريطاني يطلب من البنوك لاستعداد الفائدة السفرية يعني شو هي الرسالة التي يريد أن يوصلها خاصة وأنه ربما هو يتخوف على نمو في الاقتصاد البريطاني نعم مرحبا حافظة طبعا نحن رأينا الأسبوع الماضي بأن أسعار فائدة بقت عن مستويات الصفر في بريطانيا ولكن طبعا استعداد البنوك أو حتى البنك المركزي يريد استعداد البنوك لفائدة سالبة هذا ماذا يعني على العملة عملة البلد الفائدة السالبة طبعا هذا يعني بأن لا يريد البنك المركزي من البنوك أن تبقي على الإداعات لديها وهي تريد المستثمرين أن يكون هناك كاش أكثر في الاقتصاد وطبعا بفائدة متدنية يعني في حال أبقت المصارف الإداعات في بنكها سوف تطرأ أن تدفع لذلك فهو يريد من البنوك عدم إبقاء هذه الأموال في البنوك هذا يعني بأنه قد يكون هناك انتاجية أكثر في الأسواق وهذا يأتي لأننا نرى انكماش قوي في بريطانيا ولكن طبعا على المدى الطويل سياسة الفائدة المنخفضة أو حتى دون مستويات الصفر قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وربما تضخم متزايد يعني في الآونة المقبلة تضخم وارتفاع أسعار معقول قد يكون صحي للاقتصاد ولكن على المدى الطويل قد يكون لديه ضرر وقد نرى هايبر انفليشن أو ارتفاعات كثيرة في الأسعار وقد يدخل الاقتصاد في ركود آخر بالأمس أيضا رأينا هناك خلاف على الزيادة الميزانية الأوروبية المقترحة من طرف ألمانيا وهناك أيضا تخوف من حزمة التحفيز الأوروبية برأيك هذا كيف بنعكس على النظر الاستثماري عموما في منطقة اليورو؟ نعم يعني أول شيء بالبداية حذرت كريستين ريجارد بأن يجب أن يستمر البنوك بدعم الاقتصاد في المنطقة الأوروبية الحزمة المالية لإنعاش الاقتصاد تقريبا وصلت إلى 750 مليار يورو ولكن تعرق المفاوضات للدول الأعضاء بشأن ميزان الاتحاد الأوروبي لسبعة أعوام مقبلة عم حكي من 2021 إلى 2027 هذا طبعا قد يؤجل خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو ولكن نحن حاليا يجب على الأعضاء التوصل لاتفاق بشأن هذه الميزانية في أقرب وقت ممكن خصوصا وعند قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع طبعا يجب أن يتم الاتفاق هي ب15 من هذا الشهر قد نرى اتفاقات في المنطقة الأوروبية قد نرى ربما قد يكون هناك تقريبا 9 مليارات كانت زيادة في الميزانية التي لم يتم الموافق عليها من قبل بعض الدول ولكن هذا الأسبوع يعتبر حاسم قمة الاتحاد الأوروبي قد نرى أيضا ملف براكزيت يدخل في الأجندة الاقتصادية في قمة الاتحاد الأوروبية كيف حين عكس هذا الخلاف على اليورو برأيك؟ نعم يعني اليورو أرى أن لديه في التحليل الفني أرى أن لديه دعم عن مستويات نعم أرى أن اليورو لديه دعم عن مستويات 116 تقريبا ولكن في حال تم إقرار هذه الحزمة قد نرى بأنه سينخفض بعض الشيء لأن طبع الأموال الكثيرة في الاقتصاد قد يضعف اليورو إلى الآن نرى بعض التحسنات على اليورو بسبب عدم الاتفاق على هذه الحزمة المالية ولكن في حال تم الإقرار عليها قد نرى بأنه قد نرى بعض الدعم عن مستويات 116 أنا أشكر لك كل هذه التحليلات سريم أبو الحسن المحلل الاقتصادية في شركة صيف أي دبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك